اشتركوا في القناة وقال وزير التوحيد الكوري الجنوبي ريو كيلغاي ان ارسال مبعوث خاص الى بيونغ يانج لن يضمن بالضرورة علاقات افضل من جانبها قالت اليابان انها مستعدة لاتخاذ اي خطوات لحماية مواطنها في اعقاب تقارير اعلامية يابانية افدت ان الحكومة اعطت اوامرها لاعتراض اي صاروخ من جهة كوريا الشمالية وهو ما اكده يوشيهيدي سوغا كبير اماناء مجلس الوزراء الياباني يأتي ذلك في الوقت الذي تعاني فيه شركات في منطقة كاي سونغ الصناعية من انتكاسة لحقت بانشطتها جرى استمرار كوريا الشمالية في اغلاق المنطقة لليوم السادس على التوالي وتزاول 123 شركة في المنطقة الصناعية اعمالها في اشد المناطق الحدودية تحصينا في العالم والفاصلة بين الكوريتين وقالت وزارة التوحيد الكورية الجنوبية ان 514 عاملا من كوريا الجنوبية ما زالوا في كاي سونغ وسط ما يزيد على 50 الف عامل كوري شمالي جاء ذلك بعد ان طلبت كوريا الشمالية من السفرات الاجنبية النظر في اجلاء موظفيها وحذرتها من انها لا تستطيع ضمان سلامة ديبلوماسيها بعد العاشر من ابريل وسط تصاعد حدة التوتر وحرب كلامية في شبه الجزيرة الكورية ودائما ما تندد كوريا الشمالية بشدة بالمناورات العسكرية التي تجريها بشكل منتظم القوات الامريكية وقوات كوريا الجنوبية لكن رد فعلها على مناورات هذا العام وصلت الى درجة حادة واي الجمال ريتارز